أنت ديني من تطاوى النور الحمد لله الحمد لله الحمد الطيبين الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا ومشاهدين ومستمعين ومتابعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذه الساعة برنامجكم الإسلام والحياة والذين استضيفوا فيه مثل هذا اليوم ومثل هذه الساعة صاحب الفضيل الشيخ محمد أبو عجيلا حفظه وتعالى وبارك الله في علمه وفي عمره ونفع الله بالعالمين وكالعادة الإخوة الأخوات قبل أن نبدأ مع صاحب الفضيلة في هذه الحلقة الممتعة من سلسلة المشقة تجلب التيسير القواعد الخامس وإنزالها على الأحكام الشرعية وعلى الصلاة والتيمم والوضوء وغير ذلك أذكركم في أرقام الهواتف إن شاء الله تعالى وهي التي تأتيكم تباعا أسفل الشاشة إن شاء الله تعالى وهي كالتالي 021 36 0101 الرقم الثاني 021 36 0102 والرقم الأخير 021 36 0103 كما يمكننا التواصل معنا عبر أرقام الفايبر وهي كالتالي 094 466 56 80 ورقم الأخير 094 466 56 81 إذن نرحم جميعا بصاحب الفضيلة الشيخ محمد باجر حياكم الله شيخنا وأهلا وسهلا نورت وبك وبالمستمعين والمشاهدين وبالقناة وأهلها بارك الله فيك شيخنا ومتعك الله بالصحة والعافية شيخنا عدنا إلى نفس السلسلة إن شاء الله تعالى وبعد الخمس المشقة تجلب التسير وذكرت حضرتك في حلقات سابقة كثير من الأحكام واليوم شيخنا إن شاء الله تحدثنا عن مسر الجمع بين الظهر والعصر في جميع أحواله يعني إن شاء الله خضر شيخنا حسنت وبرك الله فيك أقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على سيدنا محمد علم الهدى وعلى آله وأصحابه وجنود دعوته وحملة شريعته ونقالة سنته وكل من به اقتدى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم أولا نحمد الله تعالى أن جمعنا بالستوديو نعم الله سعيد جدا شيخ بك نعم وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظناني كل الظن ألا تلاقيا ونسأل الله أن نجتمع في بلادنا أمين جزاكم الله خيرا من هذا المنبر المبارك نقدم التحية لك ولإخوانك من المهندسين والعاملين والمشرفين وهنا وهناك ممن يقدم هذه البرامج أو يشرف عليها ويقدم في هذه القناة ويعمل في هذه القناة الله أحفظكم والمولى يقول ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ومن هنا قبل أن ندخل الدرس الإنسان يأقل ربي سبحانه وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم وقال ربي جل في علاه عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المولد يوم ندعو كل أناس بإمامهم وفي فرعون قال يقدموا طبعا بيّن أنه استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين وقال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود الإنسان أخي شغال بسط في هذه الدنيا سيسأل يوم القيامة عن من يتبع أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكروا الهواء الهواء يتخذ إلها من دون الله سبحانه وتعالى أقول هذا الكلام نحن في شهر تسعة وترى في الفيس وغيرها وبعض الناس ما زالوا يلهثون بالقدافي ناس ناس ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولي ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون كلام من المولى الرحمن سبحانه وتعالى يعني أنت الآن تأيد وتنصر وفي المقابل تكره من يكره هؤلاء ونسيت أنك يوم القيامة تقف هذا الموقف يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين إيا في الشيطان ومن أولئك حزب الشيطان نعم ومن اتبع الشيطان لأن إما أن تكون وليا للرحمن وإما أن تكون وليا للشيطان ما تاخدكش الإنسان تاخده إما مقارنات دنيوية حتى المقارنات الدنيوية والمال والولاد والمتاع الدنيا حتى بهذا هم محجوزون أي إنسان يغادر ليبيا إلى أي بلد أول ما يرى البلد الذي يمشي له يذم القذافي 42 سابقا كما دخل ليبيا كما خرج منها بل أشد دخلها كويسة يعني إلا لم يفعل لها شيئا إلا من ضرورة إلا أملته الضرورة أملته الضرورة فقط والباقي شيء من قبل نقول نقول المسألة من القياس ديني من القياس ديني وفي العام الماضي العام الماضي أنا قلت والقناة خذت المقطع هذا وبثات للناس مشكورة حقيقة قلت كيف يستطيع الإنسان أن يجمع بين حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الكداب ما يقدر أبدا كداب حشاك ويعني ويغطي كما يقولون يغطي في عين الشبس بالغربان يعني يجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين شانيه ما يصير ما يصير بعض الناس قد يقول لك والله آه يدير في يوم المولد عطلة هذه دغدغة العواطف بشار الأساد كان زي العابدين كلهم يديروا في يوم المولد ويجوه ويقعمز ويحضروا فيه نوع من دغدغة المشاعر طبعا مولد عطلة والسنة يلغيها سبحان الله فاهم مش الحلقة تاخذ لكن يا أخي نقول لكل ليبي لكل ليبي بالله عليك أما وخاصة هو قالوا قالوا شر الناس من باع آخرته بدنيا شر الناس من باع آخرته بدنيا شر منه من باع آخرته بدنيا غيره بدنيا غيره بدنيا غيره خاطب في الهباع آخرته بدنيا غيره في ناس أهل نفع أو كانوا منتفعين أو كانوا في السلطة قد نجدوا يعني لهم عذر لهم عذر ولكن يبكون شيئا مصلحة صحيح لكن اللي كان يمشي في الصباح ومش تلاقي الشهر إلى حق الشهر وما يجي أكلم آخر احتراما للناس واحتراما للخصوصيات معينة أي والله والآن يقول لك والله الأمن أمن من نحن نكون واقعين ما وزي الآن نعم ولكن من اللي وصل الأمن الآن مش أنتم سبابه نعم شطورة مضادة صحيح مش أنتم صحيح ثلاثة أربعة كفال من برا وفيه مش عارف صاروخ واحدة من هكي هذا يدول على ماذا على الأمن والأمان الشيطان هلم يقاس ديني نعم صحيح من يحر في القرآن ومن يشتم النبي العدنان ومن كذا كذا وأحل الربا هذا ما من ينصره أبدا أبدا هو الله غير أرا هو الله غير شيخنا بعض الناس تول يوتيوب انتشر والأتباع يعرف القذافي أنه حرف القرآن وكذا بالسنة ولم يذكر سيدنا محمد يقول محمد ويقول ما يشفى حتى في نفسه وقال الله يدخلك أنت ومحمد للنار والعياذ بالله تجرأ ويقول أنها السسقاء والاستخارة هذه زندقة وهذه كذب ودجل وكذا ويقول حجاب من الشيطان وقل ليس من القرآن وستهزم الطائفين نعم فشيخنا إذا واحد علم هذا كله ومازال يتبع القذافي كيف يكون هذا هل يقول أنا مسلم هل يستطيع أن يقول هذه مصيبة وكارثة والله شيخنا يعني الآن الحجة قائمة على الناس الآن اليوتيوب لهو يعقل شيخنا وصاحب دين يريد الحقيقة بس يفتح اليوتيوب هذه يبينها مولانا سبحانه تعالى فاستخف قومهم فأطاعوا فاستخف يعني الجناس عقلهم فوية عقلهم زي اللي حرك فيهم العلام عرفت العلام نعم العلام نحن كنا في عاد القذافي عاد القذافي كان هي حاجة ما جيتش قبل نقوله أول أول جماهيرية أول شعفش ومصيبة وكاني مسبقين بها آخر الحل النهاي آخر حل أنا كنت كنت أتوقع الخلقة تكون من غادي فكنت من عندي الكتاب طبعا هذه الليبيا هي اللي جامع فيه أقوال القذافي في الإسلام وما طبعين أراه ليبيا كل خطابات القذافي عن الإسلام وعن المسلمين كانت موجودة وأذكر منها مسألة أنه مرة احضر افتتاح مسابقة للقرآن الكريم في ليبيا نعم فقرأ شاب أعجمي من القرآن كما أنزل عن النبي الله سلم عليه فقال هذا متطوع للإسلام الإسلام العرب متطوع متطوع الإسلام وربي يقول وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالم موجود هذا سمعته سمعته بأذني وفي الكتاب موجود كنت نجيب الكتاب ونقرأ عليهم ماذا كان يقول على كل حال نقول لك فاستخف قومه فاطعه نقول لك القرآن قال لك أنت خفيف العقل يتبع الظلمة والفراعنة هو خفيف العقل والأيام تثبت ذلك نرجع الآن إلى الجمع نعم هذا من التسير نعم وهذا قلنا يدخل تحت المشقة تجلب التسير والأمر إذا ضاقت تسع نعم وما جعل عليكم في الدين من حرج من حرج نعم نقرر دائما وأبدا أيها المسلم في كل مكان نعم إذا أصابك حرج من التكاليف الشرعية فاعلم أنه من جهلك ومن عدم علمك وليس من الله نعم المفروض أن يتعلم دين لا تكليف إلا باقتدار نعم ولا ممنوعة مع الطرر هذه قواعد الشرع نعم فيش حاجة ممنوعة مع الضرورة مع الاضطرر وهو الخوف على النفس نعم وكذل إلى تكليف إلا باقتدار لا يكلف الله نفسا إلا وسعا لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها نعم وما جعل عليكم في الدين من حرج نعم أفهمها أي مرأة يصبح مشكلة في الحيض والنفاس رأى رجل في الوضوح في الجروح في الكاداء في شيء تجد فيه مشقة ويتعبك ولا تستطيع إلا بمشقة مشقة زايدة نعم المشقة اللي من أصل الفعل هذه مرادة وإلا ما الفرق بير يصلي الصبح في وقت مثل أعمال الحج والصياء والتعب والي يتعب الحج والكذا نعم وحتى الحج هذه مطلوبة حتى الحج قال شي قال لمن استطاع وقالت الآية الكريمة لكن في مشقة يعني لازم العمل بروح هذا لكن الزايدة هذه إذا كانت كبرى إذا كانت موسطة إذا كانت صغرى صغرى هذه لا تدد بها لكن المتوسطة والكبرى نعم ولذلك علماء طلبة العلم في راحة من دينهم في راحة من دينهم كيف يصلي كيف يجمعها سيأتي معنا إن شاء الله كيف يصلي المريض كيف يجمعها كيف يأخذ الرخص والرخص والعزيمة والعزيمة إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه و يعني هذا قلنا إنسان في عموم أن يعلم أن الدين يسر الدين يسر الموضوع نحن اليوم على الجمع الجمع طيب الإنسان في السفر وقلنا المالكية قالوا مطلق سفر ما يسمى سفرا تجمع فيه الصلاة ولو لم يكن 84 كيلو مطلق سفر شيخنا قصدك حتى النزهة مطلق سفر حتى قصدك نزهة وقلتها هذه تكلم عليها الفقهاء المهم اشترطوا أن لا يكون السفر سفر معصي لكن هو هذاك القصر القصر لابد أن يكون سفر يوم وليلة لـ 84 كيلو متر نعم على قول جمهور أهل العلم هذا واضح لكن الجمع عند علمائنا وخالفوا باقي البداهم أنه حتى أقل من هذه المسافة بإمكانك أن تجمع بين الصلاتين مطلق سفر ما يسمى سفر ما يسمى سفر با عند صلوات لا يدخلها الجمع نحن لو تكلم عنها قبل شوية لكن قشت بعض الحلقات صحيح أبعدت ما بينها هذا وذاك الصبح لا جمع فيه لوحدي أي ولذلك بعض لما يجبع الناس في الشتاء للمطر أو للوحل والظلمة كثيرا ما تسمع بعض الناس يتنذرون يقول لك هاي أتجمون لحتى الصبح ما نعمل مثل عشي نسلم لها الصبح هكي من باب النذرة تنذر يعني يعرفهم يقول لك أتجمون حتى لا هذا لا جمع فيه العصر والمغرب لا جمع بينهما لا جمع بينهما العصر والمغرب هاي العصر والمغرب طبعا الصبح والظهر الصبح والظهر العشاء والصبح نعم لما تتبحها لو آن واحد يسمع فينا وتبحها شي بيلقى بيلقى أن يجمع ما هنا اللي نسموهم الفقهاء هنا يعني مشتركتين الوقت لأن الظهر والعصر والمغرب والعشاء وحتى يحفظ الإنسان سهلات هل ينجمع في يوم عرفة والمزارفة يوم عرفة نجمع في الظهر والعصر وفي الليل في المزارفة نجمع المغرب والعشاء وكانت قلت عدة مرات يوم في المناسك عمل الشريعة للصلاة هكذا هكذا قلنا ظهر وعندنا عشاء قلتنا هكذا اخذت العصر حطتها مع الظهر واخذت المغرب حطتها مع العشاء فأصبحت مسافة طويلة من الظهر للعشاء يمعش في صلاة رحمة بالناس وللدعاء و يجعروا إلى الله اسم وعلى وتعالى هذا موسم عظيم إذن هذا ولذلك الغريب لما نفر أنه يسلم من عرفات إلى مزرفة أسامة بن زيد الحب قاعد يقول الصلاة يا رسول الله استغرب استغرب قال الصلاة يا رسول الله وهذا يذكرني شيخ الباصل مثلا يرى الحديث لما ظهر جنبك يكون أكثر أفضل الله أحبلكم شيخنا فيه شيخ شيخ عند تلاميذ زار منطقة من المناطق أخبرني أحدهم من من حضر في ليبيا الشيخ يقرر فيهم كذا وإلى آخره قبل مغرب طاحت الشمس وربت تمكن الليل قريبا إيد الله عشاء وصلواش مغرب وهم طلبت علم بيقرروا كذا وإلى آخره ولعله كان شيخ طريقه ألمهم ومن الجهة الشرقية ألمهم وجه يزور الجهة الغربية ألمهم فهذا هو استاقط الشيخ كان ناسي أو ليش تقالهم المغرب كيف ايش المغرب قال المغرب دوير يعني دوير عشيكي بد قالهم لماذا ما خبرتنيش ما قلتنيش هذا درس قالوا لهم ما قدرناش آه هنا خطر هنا خطر وإلى خطر لو أن الشيخ علمهم هذا وقالهم لما النبي الله مسلم عليه اللهم صلي وسلم وبارك عليه لما نفر طلع من عرفات بعض الغرب بعض الغرب نعم وما صلى أشي مغرب ما صلى أشي المغرب ايه الصحابي الجليل الحب ايه التلميذ وحب وصحابي كله لم يمنعه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو عن الصلاة لما حاجة غريبة أيوة تهترب يا هذه عظيمة ويقول الصلاة يعني هل شي صار لما سلم من ركعتين وكذا هكذا علمهم فلو الشيخ قد علم تلميذة هذا لم يحجموا عن عن ميته ما أحجموا عنه هذه مجلة خاطرة لابد الإنسان تصل في الصلاة ومريده لا شيخنا للمغرب ما فهاش مساعدة ما فهاش مساعدة صحيح ما فهاش مساعدة يعني قطعية نترك الحق للخلق نترك الحق للخلق لا ولو كان من كان لكن نشوف النبي سلم في أمور في أمور نبي يرغب السلام ما ليه إما أن يبتدئها أو أن نسأل عنها أو أن الصحابة يسألوه يقولون مثلا أخيرا هذه هيك والله هيك وكذا يقولون هذا دين يخالف حيانا بعض الأشياء يسألوه لماذا لماذا ولا وكثرت السؤال نهو عنه طبعا خشت بعض الأشياء وإذا كانوا يفرحون إذا لما يأتي العربي بيسر صحيح لا تسألوا أن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم إلى آخرين نعم نعود للجامع للجامع حطوا مدعش مننا إذا المشتركات الوقت أول شي نفرح الناس على ماذا بالممالك بالدات كيفما وقع الجمع هذه بشارة لهم كيفما وقع الجمع بين الظهر والعصر مدام في وقت إحداهما فالصلاة صحيح إذا كان الظهر صلت وقت الظهر أيوة في وقت إحداهما ما جيش الساعة 12 قبل الزوال قبل يدون نطلق بنجمع لا في وقت هذه لا وقت هذه ولا تفوت ثاني يفوت المغرب خرج الوقت ثاني لا صح وقت طويل إلا من ضرورات معينة محدودة لكننا نقول صلت وحدة في وقتها وحدة إما قبل وقتها وإما بعد وقتها لأن الجمع إما أن يكون جمعة تقديم وإما أن يكون جمعة أخير وإما أن يكون جمعة صورية صورة جمع وكل صلاة في وقتها في وقتها وتوضيح الشيخ في هذا نحن يا شيخ عبد الباصير ترتيبها كيف تكون نعم نعم إزاك والله خير لا يخل الحال تمام لا يخل الحال من أمري إما أنك أنت وإنت مسافر الآن بعد الزوال وإلا قبل الزوال أو نقول بتسافر بعد الزوال يعني زالت عليك الشمس تمام وأنت مزلت مقيما إيه وأنت قاعد قبل الرحيل تمام أو زالت عليك الشمس وأنت تمشي بح وفي الحال تين هاي الحال قبل الزوال تمام هذا ستزول عليه الشمس في وقت الظهر وهو في أثناء سيره تمام باك وهذا بيطلع الآن وقد دخل وقت الظهر نعم وقدنا هايكي بتيسير نقوله واحد الظهر ساعة كم يدي قل ساعة واحد وعشرة واحد وعشرة باك الواحد وعشرة الواحد مصبي بيسافره تمام هذا زالت عليك الشمس وهو قاعد تمام وبيرحل هذا لا يخل حاله من الأتي إما أنه سينزل بعد الغروب ناوي ما هوش نازل إلا بعد الغروب ما هوش نازل إلا بعد الغروب اتخلش تمام هذا اللي يصلي يجمع تقديم وهو في بيته نعم هو في بيته مثلا نعم هو في بيته يصلي يجمع يجمع من غير قصر من غير قصر لا القصر قلت هذا لحسب السفر المتوضيح تمام السفر إما أن يكون مسافة قصر تمام وإما أن يكون ما هوش مسافة قصر طيب الآن نتكلم إحنا واحد زالت عليه السمس مش في منقول في بيته لا لا هو لم يفارق البنيان لا لا هو نازل من سفره هو نازل من سفره زالت عليه السمس وهو نازل وهو نازل نازل وبعدين سيركب وينزل بعد الغروب تمام هذا مشغول صلي الآن الظهر في وقتها وصلي معها العصر قدم العصر قدم ماذا العصر العصر طيب تقول لي نصلي ركعتين ولا أربعة هذا حسب السفر هذه النقطة هذا حسب السفر إذا كان السفر اللي هو تقصر فيه الصلاة اللي هو مقدار 8 كيلو 8 كيلو فالدورة هذه طيب هذا بيصلي ركعتين ركعتين هتكلمني عنه في الماضي لابد أن يجاوز البساتين سفري وتمشي الحال هذا بيصلي ركعتين ظهر وركعتين العصر لكن إذا كان السفر أقل من 84 كيلو أو 81 كيلو قلنا السفر هذا يجوز فيه الجمع ولا يجوز فيه القصر فش بيصلي أربعة وربعة بيصلي فيه أربعة أربعة وربعة هذا قلنا خيرا زالت عليه الشمس وهو نازل خلينا بعبرة فقهاء زالت عيش وهو نازل شيخ نعم هو نازل هذه بفهموش بعض الناس لو قربها يعني هو فلطة هو ما يمشيش تمام هو منزل راحلت هذا يفضل السيارة هو نازل جمل المتاعه والله نازل تمام ليس في السفر ليس في السفر هذا قال لني الآن نازل الآن زالت الشمس دخل الظهر وهو ينوي أن ينزل بعد الغروب فيجمع هذا يجمع في شيء مش تبكر صلي الظهر الآن ومعها العصر ويتوقع الله يلوي في السفر نيعي تمام تمام هذا إذا كان سينزل قبل الإصفرار إصفرار الشمس الفوق العصر بعد وقت العصر وزالت عليه الشمس الآن هو نازل وبعدين بيسافر وبينزل يعلم من حاله يعلم من حاله أنه سينزل قبل السفرار قبل السفرار الشمس هذا يقولولا عند علمائنا يقولا أخر العصر وجوبا وجوبا نعم أخر العصر صلي الظهر الآن وأخر العصر وجوبا بالحمد الله جميل لك شوه الرحمة والتيسير ماذا لو ما أخرش أصلاحة الصحيحة ومجزة الوجوبا هذي ايه معانا وجوبا ايه لكن الاتم قد يلحقه الاتم قد ايه صلاحة صحيحة أصلاحة مجزة وصحيحة هذه يا حمد ما تقول لنا في البداية على أي وجه صليت صح مدام واحدة من خاش وقتها أي وقت كيف ما جمعت هذا من تيسير من رحمة ربي كيف ما تجمع واحد الآن سكر طماغة قولا ما بيشكلها ما بنجمع وخلاص نقول لك ما تجمع ما شلح حال من حيث الإجزاء والصحة نعم بايد لكن يعني ب ب ب ب بحكام الشريعة أو بما دهب الى فقهاء نقول لك إذا كانوا قبل للصرار فأخر العصر أخر العصر هذه كلمة طابة العلم والعلماء ولي يعقل يعقل عن العلماء ما يقولون نعم ما عرفش يجمع يمشي إن شاء الله أجمع ما عليه شيء أجمع أجمع لكن اللي يعرف ويعلم نقول لها أنه يكب سافرين ونازلين الآن نقول لها بننزل قبل الصفرار ونصل الظهر تو ونصلوا العصر بعدين في نعم في وقته صبع قبل الصفرار قبل الصفرار تمام فإن كان يريدوا أن ينزل بعد الصفرار يجمع لو شوف لولا لولا قلنا بينزل بعد المغرب هو الآن بعد الزوال هذا يجمع أنه مشتفي تمام باه هذا انت هنا سينزل قبل الصفرار الصفرار أخر العصر أخر عصر أجوبا فإن لم يؤخرها وجمع جمع تقديم جائز فالصلاة الصحة ومجزية إن شاء الله وتعالى تمام إذن معاش إنه مش للآن الحمد لله أراد أن ينزل بعد الصفرار بعد الصفرار قلنا باكر قبل الصفرار صحيح الآن بعد الصفرار بعد الصفرار هنخير عند علمائنا بين يجمحها مع الظهر هو طالع تمام والله 요آخرها فلنزل وله وجوبا لا هذا خيرة ممكن يخيرها إلى متى؟ ما هو مجزي قبل الصفرار هذا قبل الصفرار جل explor بعد الصفرار شبك طرف ينزل بعد الصفرار ساتس حسنا حسنت 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 اللي قبل السفرار يأخرها وجوبة يأخرها وجوبة فإن صلى أجزاءات توا ما فيش مشكلة وإذا كانوا بعض السفرار خيرا بنيجمحها مع الظهر العصر ويأخرها لبعض السفرار اثنين علماءنا يقولوا تأخيرها أولا خلال الله نعم وبحمدي لكن أنا نقول الآن أجمع وما فيش مشكلة يعني كان شيخنا في الأذ المالكي يحاولوا أن الجمع من يكونوا شاكدا يعني والله عندهم خلاف الأولى خلاف الأولى خلاف الأولى لاحظوا أن بعض الإخوة لما سافروا مع بعض وكذا يحاول أنه لا يجمع يعني أنه خلاف الأولى هما وفيلي يعني يفتح فيه ما لم يخشى على خروج الوقت ولا حاجة نعم لكن هو الآن هو الفقه الآن هو الفقه خاصة على الفضائيات نعم غير الفقه متع المساجد القديمة ناس ما يطلوش من المذهب وما يتخلطوش بالناس هلبة سفرهم كانا قليلا من كل حج وكذا كذا يكلى الحركة كثيرة أوسعة شوية لكن حين أطلو الحكام على المذهب ثم بعد ذلك أنه ينفتح على باقي المذهب لا بأس وذلك نرى كثيرا من الناس يعملون أمورا لا نمكرها عليهم وذلك من يقول بهذا وذلك ما قلت لك هو من فضل الله تعالى على المذهب المالك كيفما صار يصح ما دخل وقته إحداهما ما دخل وقته إحداهما يعني لا ينكر هذا على هذا ولا ينكر هذا على هذا كيفما جمعت إن شاء الله مبارك عليك لكن هناك أولويات المشاقة تجلب التسير وبنعم قد يسمعنا واحد يقول لي أخواني أنتوا تكلموا عليه المشاقة تجلب التسير تتكلموا على كذا وتشدوا شوية ينقلك هذا اللي يعلم اللي يعلم ويقدر التفاصيل هذي هذا زي شنه زي يذكرين مسألة زي الشجود قبل السلام ومبعد السلام دي ما نقوله للناس المالكية عندهم تفصيل هذي تفصيل قبل وبعد ولا صحيح لكن نقوله دي ما اللي ما يعرفش ويطلخبط والله حتى يعرف وطلخبط يخلي بعد السلام أي يعزوز الأنسبع فيه وما تعرفش التفاصيل والشيباني والله وهم يعرف إيش دي ما خلي السجود بعد السلام هذا علي ماذا مشافعية أخذتها الشخص أي ماشي الحال أحناف أظنه صح الأحناف أظنه كله بعدي والخني كله قبلي كله قبلي أهنية فصلنا دي ما مالك قد التفصيل أي نعم ليه؟ لأن تقديم القبل تقديم البعدي حرام كأنك زيت في الصلاة يعني أي حرام 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 يبطل الصلاة لك حرام وتأخير القبلي مكروه تقديم البعدي حرام تقديم البعدي حرام وتأخير القبلي مكروه فأنت ترتك بالكرهة أو الحرمة؟ كرهة؟ كرهة؟ ايه؟ فاجعله؟ بعدي بعدي كله المعروف ديره بعدي كله لماذا؟ أحيانا الواحد يأتي الصبح أيام كانت الناس تقنط في الصبح قبل أن يجمعه ويقولك ما فيش قنط القنط عند علمائنا مندوب عند علمائنا مندوب المندوب لا سجود له لأن السجود بطلع لك لماخر هذا السجود الفرائد ما يقدرهاش والمندوبات والمستحبات هذا زي يقولوا الآن خارج نتقل تغطية هو عند السنن الثمانية السنن؟ الثمان الثمان هذا ما نستحب؟ ما فيش تجد؟ ماذا نفعل؟ لو سجدت له قبل السلام بطلت صلاتك ولو سجدت له بعض السلام خارج نتقل تغطية أنت بعض ما سلمت؟ صح ولاس؟ ماتترش؟ ذلك من الطايف من شيخ بسلاتها نعم واحد شيخ بسلاتها قديمة رح نطلع عليه جاء واحد قال له يا شيخ نسيت القنوط صبح صلي نسي القنوط أيام كانت تنشد الناس ايه باش قال للشيخ هيك عفوية ارى قال له فتكيت من الكذب على ربي فتكيت من الكذب على ربي ما معناها؟ ما معناها؟ بيقول لهو يعني حاجة مستحب ما معناها شيء صلاتك شيحة؟ ايه؟ ما ندوب عليك شيء؟ صحيح؟ وانت قال الله ما ايني نستعينوك وانت ما تستعينش به ونستغفرك وماستغفراش وانتشعه كده إلى خيره ما تديرش فيه نقول فيه؟ فقال له فتكيت من الكذب عليه ربي صبح تقول كده 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 ما معناها صلاتك شيحة؟ صلاتك هذه من طرائف شيخنا رحمة الله عليهم الله يدارك أهلا بسلاتك شيخنا ممكن ناخد بعض الأسئلة والله ما زال شوية خلي نكابلوها سنونا شوية بشوية المتصلين يسكروا يعودوا كما هذا تو شو قلنا حيني؟ يلا تفضل شيخنا لا فرصة قناة الشيخ اليوم معنا في السودي بينزل بعض الغروب يجمع الضهم هتكلم عن الأسر حين ما زالت الشمس تمام زالت السمت وهو نازل في سفري صحيح ايه وفي سفري فينزل يصلي بعض الغروب يصلي يجمحا تقديم بينزل قبل السفرار ياخر العصر وجوبا فإن صلىها وقدمها مع الضهر أجزاءته وصحيحة تمام بينزل بعض السفرار خيرا بين يجمحها مع الضهر والله ياخرها العصر والأولى التأخير والأولى عند السفرار ايه عند السفرار فهذا منه زالت عليه الشمس وهو نازل فإن زالت عليه الشمس وهو سائر يسير هذا إذا كانه بينزل بعض الغروب بينزل بعض الغروب تمام هذا يأخر الظهر العصر ويجمحها تمام ويجمح يجمع هذا هذا خيرا يجمع يعني بينزل بعض الغروب بعض الغروب بعض وهو يسير وهو يسير تمام إما كانوا ينزل بعض الغروب لا أجمع جمعا سوريا شمال جمعاً؟ يعني الظهر قبل ما يدخل الوقت لا لا أيوة الظهر في آخر وقته أيوة والعصر في أول وقته هذا جمع سوري هذا في وقته هذا في وقته هنا مجموعة جمع سوري جمع سوري ووقع لبعض الصحابة هذا موجود جميع جمع سوري هذا وهو زالت عليه السمس وهو يسير يسير هذا وبينزل بعد المغرب تمام الحمد لله بعد المغرب يقوله إجمع جمعاً؟ سوريا الظهر في آخر قد يعملوه الناس هذا تمام يجي في آخر الظهر ينزل يصلي الظهر هذا شيخنا هذا مش للمسافر بس هذا ممكن حتى لعض الناس وهذا شيء صح أحسنت 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 وهذا يشاركه فيه حتى غير المسافر نعم يشاركه فيه حتى غير المسافر وفي بعض الناس اللي عندهم بعض الأشياء نتكلم عليها إن شاء الله بعدين يمكن يدبع بها في الثاقات تانية هذا خير هذا الجامعة مهم إذن هذا أحسنت أحسنت لما قلتني أنه حتى الصحيح يدير هذا الجماعة صليها كل واحدة في وقتها كل واحدة وقتها وحدها في آخر وقتها وواحدة في أول وقتها وحتى ما يصلي لها شكالية تولحناها في الحنافية عندهم آخر الوقت أفضل من أولا لأنه وقت وجوب من قلت لحظة في تركيا كيف أخرف الصلاة صحيح صحيح والباقي المداب عندهم أول وقت أفضل صحيح باي هو يجي يصلي الدور يرتاح قليلا شوية ويدي العصر باي فيصلي العصر صلي هذا في وقته وهذا في وقته والجامعة السوري يستفيد منها يستفيد منها يستفيد منه وهذه لمن هذه بعدين ممكن نخذوها لمن يكون هذا جامعة السوري مسافره وغيرها حتى الصحيح هو وفي غيرها صحيح حتى لعند وقت قليل يستطيع أن يحافظ فيها الوضوء وكذا سنتكلم عليه إن شاء الله طيب هذا مهم مش لكسول يا شيخنا دار مش كسول يعني أحيانا بركش يعني يترك الجماعة هي هذه مسألة ثانية كنتم من الناس يعملوا فيها تتثاق الرؤوسهم عن الصلاة تتثاق الرؤوسهم عن الصلاة لأسباب أخرى لكن مع هذا هو صلة اللي تعني نعرف في مسألة مهمة أن هي الصلاة مش فيها اختيار وضروري الصلاة أداء بغيش قضاء في كل الوقتين في كل الوقتين في الوقتين لكن الفرق الضروري أصحاب الضرورات ضروري أصحاب الضرورات الضرورات في صلاة في الضروري هو منين؟ أصحاب الضرورات صلاة أداء حاضرة ولا يثم عليه وإذا صلاها في الضروري وما عنداش عذر هي أداء مع الإثم أداء حتى في الضروري أداء حتى في الضروري أداء لكن هي أداء هي أداء أما إذا كان ينزل قبل الغروب فيجمع تأخير كيف هو؟ خبل الغروب ينزل قبل الغروب جمع تأخير جمع تأخير وهو يسير هذا الجزاء تأخير يسير يخرج دور للعصر إذا بينزل قبل الغروب إذا بينزل بعض الغروب يعمل الصور يعمل الصور جميل هذه خلاص مهمة جدا نعودها في راسي وإن شاء الله وحتى العقزات نبدو بها لما تكلموا على المغرب العشي نجد أن تكلموا علىها شوية نحوصيها حتى في سؤال مهم جدا وهو نأخذ الاتصالات موضوع الجمع النبي صلى الله عليه وسلم جمعها بغير مطر ولا مطر ولا عذر هادي تشملها هادي تشملها والله ليس لا تكي مسألة ثانية مسألة ثانية جمع مش موضوعنا لا سنتكلموا له طيب نأخذ الاتصالات تأذر لنا حفظك الله إذا الأخ عبد الله وناتدري عبد الله من مصرات تفضل يا أخوي سامحنا على التأخير عبد الله أو عبد الله من العربان واحد من اثنين أو محمد من ترابلس كلهم موجودين عبد المنعم من السويد شو صالة جمعة نعم محمد فضل من ترابلس أهلا وسهلا فضل يا أخوي محمد يبدو أن عطلنا عليهم شوية لها باه عبد المنعم من سويد صاحب نعم عبد المنعم هذا ما شاء الله دي ما يتوصل معنا ودي ما يشاهد فينا أهلا عبد المنعم وعليكم السلام ورحمة الله يا مرحبا بيك صحياتنا للشيخ محمد بعجيل الله يحفظ الشوخ اللي فتا كلهم الله يبارك فيك يا سيدي صحيت الله يدومهم إن شاء الله ورب يعطيهم الصحة والعافية والتبات يا حيو يا قيوم بارك الله فيك صحيت عبد المنعم الله يبارك فيك شين عندك اليوم عبد المنعم الله يفتح عليكم عندنا للخير إحنا فرحانين بهالنصر اللي صار والحمد لله حتى الجاليات اللي هنا يهنوا فينا بارك الله فيهم الله ملك الحمد يا ربنا يعني الحمد لله قالوا لي هذا كيف طراب وليستالت بفضل الله الحمد لله وبذوجيهات المفتية الله يحفظها إن شاء الله الله يبارك فيكم يا أخي بارك الله دائما يسمعوا له الشباب اللي في الجبهات ما شاء الله طيب سيدي سؤالكم أخي عبد المنعم سؤالنا يا شيخ لو واحد جي متأخر ولقى صف تام في الصلاة هل يجي لأقصى اليمين يسحب واحد ولا يجي خلف الإمام ويوقف الوحدة هذا السؤال الأول حاضر أين موقفه يعني أين يقف المتأخر نعم أين موقفه لم يلقى الصف أيوة يبلقى الصف كله متكامل يجي لأقصى اليمين يسحب واحد أو يقف الأفضلية أيهم حاضر والسؤال الثاني كنت سألت عليهم تاعيد الأضحى وإنك تأخذها في البلد هذا صار التفاهم يا أخي عبد البسط إحنا مازال ما تخالصناش في بعض لكن صار إنه هو لما اشترى لي الأضحية قلت له أنا لما تجي نعطيك مقابلها وهو رضى يعني كان فيه اتفاق بناتنا هل يلغى الاتفاق ونعطيه عملة البلد أو يعني المرة اللي فاتت أنا موضحتش كويس ما يطيب الشيخ يجاوب إن شاء الله حاضر الأضحية حاضر نعم الأضحية كان أصبح الدين يعني أنت هذا كانك هو داينك يعني الله يرحم والديك هو دايني هل نعطيه بعملة البلد هون في السويد وإلا يعني باعتبار شرهالي في ليبيا نستنى لغاية ما نعطيهاله في ليبيا حاضر حاضر سيدي هاي حاضر شكرا يا عبد المنعم منور إن شاء الله بارك الله فيك مفتاح منزليت نتفضل أخي مفتاح وعليكم السلام ورحمة الله يا عبد الله من تبرو تفضل عبد الله عليكم السلام تفضل يا عبد الله تفضل الله يفتع ليك يا أخوي عبد الله صليت صلاة الظهر ونسيت ركعة ما لش بشوي شوية أنت صليت صلاة الظهر وفتاتك ركعة لكن جبتها الركعة ولا شن ولا نسيتها نسيتها الركعة جبتها جبتها الركعة هادي جبتها لو لم تجبتهاش لا نقصدني ركعة مزدتها ركعة كاملة يعني لقريت لفاتح على صورة لركعت لسجد وسلمت يعني خصدك ركعة كاملة فتاتك صح آه يوى عليك جبتها الركعة هادي جبتها لو لم تجبتهاش صدري هذه الجزء علي صلاة ولا لا بقيم يعني طيب حاضر حاضر اسمع الجياب إن شاء الله إدريس تفضل يا إدريس وعليكم السلام ورحمة الله يا مرحبا بيدريس حياك الله يا أخي إدريس سهلا وسهلا مرحبا مرحبا يا أخي برك الله فيك الله يفتع عليك يا إدريس منور شاء الله حبيبي بارك الله فيك يا شيخ بصوت على الجامع هذا مرة كنت سألتك بالهاتف فأنا مسافر بعد مثل وصلات الظهر قلت النجمع الظهر مع وقت العطر ودخلتك المنطقة غير آمنة لم تكنتش نطلي فيها المنطقة هادية مثلا كل مدى قدامي قلت مسجد وصلوا فيه وقت النغرب بالضبط والنغرب ما فيه شي ما فيه شي تقصير طبعا نصلي النغرب قابل حاضر سؤال سؤال مهم جدا جدا حاضر يدريس حاضر واضح مية في مية اي واضح سيدي الله يبارك فيك الله يفتعليك شكرا الله يبارك فيكم سيدي نس الله يثبتنا وياكم شكرا شكرا شيخنا خمسة دقائق مازال عبد المنعم السويد شيخنا طبعا رد على مفتاح مش هردوا عليه قال هادي قناة الجبناء يبدو انه ما يتابعش في القناة التناصم مسكين ما يعرفش ان الشيخ الصادق وشيخ محمد واشيلا قوله وكان يقاند جبناء أراك تصفق لها بس خلاص وكان يقاند جبناء أراك وهذا صفق لها خلاص خلاص اجابة عبد المنعم شيخنا مسويد قال له واحد جاء وصف كامل أين سيقف هل يأخذ واحد من اليمين واحد من النصف ماذا يفعل هذا يقف خلف الإمام خلف الإمام خلف الإمام ثم يمتلي الصف يمينا وشي ما يتم تمام يعني كأنه صلي هو وراء الإمام تمام لا يأخذش حد معاه لا 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 عند علماء يأخذ حد معاه لا يأخذش حد لأنه مضوع طويل هذا لكن على كل حال صالات الرجل الذي ركع قبل الصف هذه متمسك لكثير من الفقهاء بأن صالات المنفرد خلف صف تصحيح صحيحة نعم قال له زادك الله حرص طيب شيخنا العبد المنعم يسأل سؤال يعني قال لي واحد يشير ضحية في ليبيا وضحي شريه لها ذاك قال الدين هذا كيف نرده بالعملة في السويد والله نسانا لين نمشي لليبيا نعطيه فلوسها وأول لماذا ضحية ضحيته هو نفسه ضحيته ضحيته نبحث في ليبيا هو نفسه والله ضحية زايدة لا لا هو ضحيته ضحيته كنت أتبع فيها في ليبيا الضحيته يعني السؤال أنت فاهم من ضحيته من ضحيته تبعيتها مكان تاني لكن إذا كان لكن لو كان هو ضحى لنفسه في بلده في بلده وأرسل أضحية أخرى لعامة المسلمين أو كذا مسألة تانية تمام هو لكن اللي همنا من سؤاله الآن هو قضية الفلوس دين كيف يرده الفلوس هذا مش رألها صاحبة قول خوه مثلا قال له مبلغ كذا أيوا من ليبيا في ليبيا قال له وكا لحزة من تقول باكيل قال له 20 دوحية مثلا ألف دينار با برد ألف دينار بتاع با هو لأن منطول مجتمع الشيليبي عبد المنعم هل بالعملة السويدية هو الدين قبل أن يحل بنفس الدين نفس العملة ألف دينار ألف دينار قبل أن يحل أيوا أصل في الدين يكون عنده معد صح قبل أن يحل إلا بيداته لأنه يصبح صرف هو بعد بعد إذا حل إذا حل الدينه با بإمكان يأخذ من للف دينار أو يأخذ مقابلهم الدولار لكن يتصارف في نفس الوقت ويتقابل نفس الوقت إما عن طريقه أو عن طريق وكيله أو تمام لأن صرفها صرف يعني يتصارف يتنتق بها الصرف يتصارف بتمن العملة ذاك الوقت أيوا والتقابل وقتي هو أذك اللي سلف وهو هذا إما بنفسه أو يوكل هذا نعم أخذكم الله خير شيخنا الأخ عبد الله من طور قلت صليت صارت ظهر ونسيه ركعة وجاب سجود سهو نسيه ركعة أنا اسألت يبدو أنه ما سمعتش كويس يبدو أنه ما جابش ركعة يا شيخنا والله إن أقول له يزيد يحاول هو معايا مع المشايخ يراجع نفسه أما إذا كان خوالي اليوم أشرنا إليه رو ما قلنا إحن السجود لا قدرة له على الأركان أيوا ما أجلتونكم فرائد ماذا فعيدة لا يقوى السجود السهو للقبل ولا البعض على أن يجبر فرضا أو ركنا ما هي قلنا الفرائد ما يجبرهاش والمستحبات ما يستحقش والسنة الثمانية فقط إذا تجبرها السجود السهو فإذا فدت ركعة إذا فست ركعة الغاها أخرى بدلها إذا كان هو في الصلاة قريب أو قريبا في الصلاة أو قريبا أما الآن فعليه أن يعيد الظهر يعيد طال الوقت يعني يعيد الظهر كامل نعم إن شاء الله لا يجبر بالسجود السهو لا لا يجبر طيب الدريس شيخنا يقول أنا مرة كنت مسافر قال والمنطقة غير آمنة الظهر والعصل فترة الزمان غير آمنة حتى دخل المغرب دخل المسجد قال لهم الصوت المغرب قال ماذا أفعل أدخل المغرب والله هذا هذا اسمها الترتيب الترتيب ترتيب الفوائد مع الحاضرة هذا كنقول لك الآن إلا من رحم الله فنقول لها صلي المغرب وطبعا لو لمعاش عافش يدار هو نقول لها صلي المغرب وقضي بعده الظهر العصر هذا العلماء يقولوا ليس يقولك مع شهناك هو قالوا لي ما فاتنناش أربع صلوات أو خمس صلوات في عمره هذا الترتيب واجب عليه واجب واجب شرط يعني يصلي الآن من جوبه زوج يعني يسمح الوقت ما يسمحش بس دقيقتين باي باي اتني اتني واحد خش اللي قام صلي المغرب وما صليه عصر أو طبعا حياتها ما ضيتش أربع صلوات حياتها من ضيعش أربع صلوات حياتها كل باي باي هذا اصلي العصر القبل هذا الترتيب ما صليش المغرب معهم مصليش المغرب ولوو فات وقت الجماعة واجب شرط عليه باهر وأما إذا كان أربع سنوات فوق يصلي الحاضرة وبعدين يقضي أنعام ويبيد المغرب بعد ذلك ولا خلاص لا بعد ما يصلي العصر يصلي المغرب يصليهم مرتبات أيوه خير يصليهم قضي له وخش معهم المغرب يصلي معهم المغرب بعد أن يقضي أنا يقولنا لك إيه لا لا أنا بنجوه عهر اتنين أنا إياك أيوه إنت مصليش العصر والجي صلي في المغرب هم يصلي في المغرب والسقيت مصليش العصر تمام إنت وعمرك مضي أصلا أي فهمت هاليا أربع فما دور تمام باي ما شاء الله تبارك الله فأنا نقول لك إنت صلي العصر قبل أيوه بعدين اللي حقك اليوم باي من حقك يصلي المغرب صلي بروحك باي باي ضيع عام اعتبر بشار الله عليه سمعته فنقول هذا صلي المغرب وبعدين صلي العصر صلي العصر تمام أيوه رزاكم الله خير شيخنا إن شاء الله إن شاء الله الله أعزك الصحة العافية والله صراحة حلقة اليوم منطعة لأن شيخنا تكون في السكايب الصوت بعيد وطويل وكذا ما نريد أن أقطع عليك لكن اليوم الوقت ذهب بسريع الحمد لله في وجودكم معنا حفظك الله تعالى ونسأل الله يرزقك الصحة والعافية إن شاء الله وترجع لأهلك وأولادك وشكر الله لأعيد وشكر الله لكم وبرك الله فيكم ورأيناك يا ريح حفظك الله تعالى ربك كريم بارك الله في شيخنا بارك الله فيكم إذن إخوان وخوات ندهد الحلقة نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى أستعدكم الله الذي لا تضع ودائع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي أمان الله يجيب كل سائل ومستفت الحيور من الظلام يددي إلى التقى والنور هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبيا اشتركوا في القناة